تونس تونس يد وحدة وصل صوتك محمد بن سلم القيادة بحركة النهضة وأعوذر المكتب التنفيذي ونائب مجلس نواب الشعب تصريح مثير في جريدة القدس العربي يوم 24 مارس البلاد لا تتسع سوى لحزبين كبيرين يمثلين الطيار الإسلامي والمنظومة القديمة لا مكان لطيار ثالث يردد أفكارا يسارية سرياض نجد تروح على اعتبار أن الشيوعية انتهت في العالم واضح ينتهي كلام سيمو حاند بن سلم حول هذا الموضوع ويرجع لهم بعد يفسر عليش فاسر لنا على كل حال أنا مخلتش خنف يجب خمستاش نايب في مجلس النواب اللي هي الجبهة الشعبية لا مكان لها طيار القومي لا مكان له السوسيو ديموكرات ما توسعش ياسر لأنه مش هذاك اللي أنا قلته تكتل وغيره وهذه فرصة باش نفسر شنو أنا قلت جريدة نقلت لا بشوية عاد يتنقلكش نقلك وش ما نقلتش أنا أنت ظهر لي ناديتني باش تفسر كلامي هكذا أعطيني فرصة نعم أنا عمري ولا قلت البلاد هذه يلزمها زوزة حزاب وبس أصل السؤال مش هذا أصل السؤال هل في رأيك حزب سي محسن مرزوق ينجم يكون معناها منافس للنيداء وحزب كبير وإلا لا إذن دجا السؤال ما هوشي البلاد لازمها زوزة حزاب وبس ولا لازمها خمستاش دونك أنا جاوبت على السؤال اللي قلته لك اللي هو هل سي حزب محسن مرزوق قادر باش يكون حزب كبير أنا قلت أنه في رأيه هو تحليل على كل حال من يشي بصيفتي مشرع باش نقول البلاد لازمها زوزة حزاب ونقصه كما قاله زو ملاك قبل ما نوصل أخبالي معناها هلش نعملوا في انتخابات وإيزي ومش عروش نوع بو أنا جمي قلت بل بالعكس في الكلام بعد طلق على أنه فم عائلات فكرية أخرى وطبيعي أنها تكون موجودة في نظام ديمقراطي إحنا نحكيه على أحزاب كبيرة أنا تفسيري فمني وتحليلي للوضع قلت فم المنظومة القديمة وفسرت علاش سميتها قديمة بيجوراتيف مش بضرورة نسب فمني أنه قديم مش بضرورة باهي نجمي يكون عتيق بمعاني أخرى حاجة مليحة أنت كنت وزير فلاحة أيها وانا كنت وزير فلاحة فبالتالي وقلت فم فخر عند شريحة كبيرة متوانسة ببناء الدولة التونسية معناها بعد الاستقلال وفم ناس أكلحانين لكل فطرة متع الاستقلال وكذا يخليهم مربوطين بالعقلية القديمة وهذو ما حبينا ولا كرهنا واحنا نحبه وما نكرهوش معناها مش يكونوا حزب كبير أي واحد يقنحهم أنه هو أقرب لتلك المنظومة اللي يحسوا الحانين لها مش يكون عندها شعبية في البوادي في كذا وهك علاش ناس كل تتعارك على بورجيبة باش يقول ورانا احنا هذوك احنا مك الناس اللي بناو كلام هذا كررته مرتين راسي محمد مش مرتين اكثر مرة في كل مرة تجايه بتقول تونس تتساعلي حزبين كبيرين فقط قلت كبيريني فقط مش معنى ذلك ما هيش فقط بمعنى أنه لحزاب الأخرى ما عندهش مكان أنا نحكي قلت لك السؤال هو هل الحزب هذا مش النجم يكون كبير ولا لا قلت أنا ما ظهر ليش ما ظهر ليش يكون كبير علاش وفسرت قلت هذا واحد يقول أنا ياساري لكن ياساري شوي مش ياسر وانا راني بورجيبي ووقت اللي كنت ياساري كنت بورجيبة وبالتالي معناها في رأي أنا يصعب باش يقنع الناس لأنه حزب نيداتونس كيفاش كبر كبر بالبادية بالمناطق الريفية بالشوابين اللي يعتبروا أعز فطرة هي وقت اللي يخرجنا لاستعمار وشد بورجيبة وقت اللي أولادهم شاء المدرسة وإحنا كذلك نعتبر أن هذه فطرة فعلا ذهبية الفطرة هذيك فيصعب على واحد جاي من عائلة أخرى تماما باش يحط رجلة هنا ورجلة هنا هذا تقديري إذا هو طلع شاطر أكثر من لازم وقناعه معناها الناس ذوما على أنه هو أقرب البرجيبة من الأخرين أنا أقول صحة لي وما عنديش مشكلة في أنه يكون موجود وأنه يكبر لأنه أنا منعتبروش مزاحم لي أصلا وقلت فما معناها التيار آخر اللي هو التيار الإسلامي رغم الطمنشير ورغم التحامل ورغم حطان العصافة العجلة هنا شوفنا انتخابات أولى عنده بايو في الساحة ناجي دالة فيه بعد اللي يحصل للكل ما زال عنده نفس الإطار دونك ما اكتشفتش حاجة كبيرة كمقوله أنا لهذا الطيار الإسلامي كذلك هو معطن موجود وهو حزب مش يكون منافس للعقلية هذي دونك نحكيوه على الحزاب الأكبر بقى أنه فهم حزاب برشا كما قلت أنت وتحالفنا معهم لو نؤمن أنهم حكاية فارغة وما يصلحوش باش يكونوا موجودين تحالفنا مع التكتل كما قلت وإحنا فخورين بالحلف هذا تحالفنا مع سبيار وإحنا كذلك ما ناش ندمين على هذا بالكل وعرضنا على الجبهة وقتها ما كانت الجبهة عرضنا على بعض الحزاب اليسارية باش تدخلوا معنا وللأسف ما قبلتش فبالتالي إحنا ما هناش مشكلة باش نعترف بكل العائلات الفكرية الموجودة فمشكور قرأ في كلامك نفس إقصائي بعد التوضيح هذا مظهر ليش كان الحضرة فيها إقصاء إطلاقا ولكن هو تحليل شخصي وعطيت المبرات بتاعه وأحسبوا أنها مبرات معقولة ومتوازنة وفيها تجني على حد حد أنا نبش نسكت سيرياد بمفاطل سيرياد رجل معقول ما يقدر يقول كيف يلسوا محمد إحنا التجربة بتاعنا أنا حسب رأي اللي برك البلاد اليوم سمحني رأت بالك يجمدوك مرة أخرى وكلنا وخيان وقبل كل شيء كلنا وخيان وبعض خرجت بعض الإدعاء معناه إشاعات ومصطلحات مرفوضة معناه التطبيع معناه عليه ومستغفر الله معناه هاين هما بشيطان يطبع معناه خلافات فكرية خلافات إديولوجية خلافات سياسية كبيرة وإحنا نستنى من النهضة مراجعات كبيرة في المؤتمر المتاحة وإن شاء الله الوعود اللي المجتمع الوطني ومجتمع العام يعني رأي العام يستنى فيها إن شاء الله النهضة تأخذ خيارات وتتماشى في تحويلها إلى حزب مدني ذو مرجعية دينية كما صار في ألبانيا كما صار في إيطاليا مع الديمقراطية المسيحية ولكن حنا الأوان بشيطان نهضة كما قال سي محمد اللي خذت بايها جادارة في الانتخابات الأولى وبجادارة في الانتخابات الثانية تستخلص الدروس لكل والنقد الذاتي يرى وعمره باكان خذت بايها فاش قامت تستخلص لا لا بالعكس بالعكس النقد الذاتي معناها فما أخطاء قامت بها خلال التراكة فما عنا مشكلة الشهداء متاعنا معناها الحاج محمد وشكرينا كيف كيف معناها فما ملفات مثلا فما دم بناتنا وإن شاء الله الأمور تمشي والسعب التونسي يتوحد على قواس المشتركة أعد أدنى اليوم ما ناش في هذه الأرضية لكن احنا طموحنا أنه نصل لهذا في أقرب قط ممكن وإن شاء الله المؤتمر لنا هذا يكون محطة مهمة في التقارب معناها كل التونسف على نفس المفهوم بتاع الدولة في تونسي المشكلة اللي طرحها سي محمد رأوا أنا حسب رأيي اللي يزبك البلاد سمعني في الكلمة يوحلها البلاد هو الاستقطاب الثنائي وانا فهمتش حاب يقول سي محمد من نجمش يقول امسح لحزاب الكل اخذ قوة وامسح لحزاب الكل سي محمد أحد منظري على الاستقطاب الثنائي هذي ضحل عمره مفسق بالقوة مع حزاب أخرى أما يقول لك راهو البلاد ما تنجم تمشي وتواجه الصعوبات الكبيرة اللي جايتها اجتماعيا سياسيا واقتصاديا اللي وقتا ما زوز قوة أساسية ووقتي يقول قوة أساسية ما يقولش بش نشطب على الإيمين وعلي صار القوة الأخرى وهذا احنا الخلاف الأساسي معهما معنا طوى فما خلاف كبير حقني شطبت يعني؟ لا ما حقك شطبت أما اللي سي قطبت ما شطبت؟ لا 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 بالعكس لا لا هذا كل حد ياخد حقه في الدنيا هذي لك أما المشكلة الأساسية اللي سي قطب الثنائي اليوم إن عيشوا الحكومة هذه ناتجة على ان سي قطب الثنائي أوكي ثنائي أساسا ثنائي أساسا ومشكل رباعي بقيرة ومشكل مرزوق اللي يحكي عليه سي محمد هو اللي نظره جدا في الخط المحافظ الحداثي اللي يمثله هو ومع نداء وقته هو كان أقر أكثر واحد نظر للإستقطاب الثنائي بعد عمل الحسابات ما تابقتش بعضها مش هالش يجي للآخر هذك يحكي لهم آخر أما إحنا اليوم النقد الأساسي نوجه للمداخلة اللي عملها الحديث صحفي اللي عمله في العربي هو اللي استقطاب الثنائي اليوم برهن عن فشلوا تماما الحكومة هذه حكومة بدون رؤية سياسية الحكومة هذه كل حد شدوش على صاحبه مش قاعدة تعمل في أي إصلاحات حتى لو كانت إصلاحات نجمة نتقدوها على الأقل فما إصلاحات اليوم فما جمود كامل يمكن فما نواية حسنة أما اليوم على أرض الواقع قاعدين نخلص سيدهم الثلاث ثمن التقطاب الثنائي عشكا تحب تعليق سي محمد بو أنا تعليقي بسيط منش مختلف مع الأستاذ معناها برشا الاستقطاب الثنائي في الحقيقة مش رحنا عملنا وقت اللي طرف يجي يقول أنا مشكلتي مع هذو ما أنا أقول لا مشكلتي مع الأخرين مو بالضرورة وقت اللي يفرض عليك استقطاب معين والفوت يتي لهذا اللي نجحوا فيه نجاح لك السياسة لا أنا ما قلش عملوا حاجة غير مشروعة هما حسبوا بالسياسة والاستقطاب على فكر معناها أراه صحيح هو موجه ضدنا ولكن احنا استفدنا منه لأنه هو موجه ضد الكونكيرانس بتاعهم هو ضد هالمنظومة هذي شكول يمثلها فهما قالوا احنا نمثلها بانتياز احنا ما نضرناش يهسر من الاستقطاب هذا رغم اللي حاولنا ندفده ولكن ما تقدرش وقت الوحدي استادفك ما تقدرش انت تعطيه بالظهر واضح قررت في الاخر انه كما قلت في الاربيع حتيته اخر الاربيع عشرين واحدة وعشرين دي ما في الاربيع حتى اخر الاربيع هو الاربيع عشرين واحدة وعشرين ماي 2016 سيموحان بن سلم نسأل في كنتي هتلقى كل القرينيه وسمعنا شنو قالوا المؤتمر هذا شنو مش يجيب جديد في علاقة بحركة النهضة وفي علاقة بحركة النهضة وعلاقتها بباقي هنقول خصومها سيراظ بالفضل مثالا على كل حال انا من اعتبر سيراظ بالفضل من خصومي وبما انك معناها سألتني انا طبعا انا مش نجاوب رايك انت رايك انت رايك انت رايك انت معناها المؤتمر العاشر الحركة مش يكون كما اي مؤتمر في اي حزب ديمقراطي اولا نشكرك على انك اكدت انه العاشر يعني احنا تكوين الحركة اي اي اكدت انه العاشر اي اي اكدت انه لا مش سهل احساب اين عم سيدي الفطرة الحالكة هذيكة اللي الله واعلم من الناس بحالها كيفاش احنا عملنا فيها ثلاثة مؤتمرات احكيلي على هذا تو ايه مثالش عم مدام انت على الوقت اعطيتني فرصة باش تقول لي العاشر يجبني نقول كيفاش تصننا له العاشر يعني فمهم جدا وانا نتصور انه اي حركة اي حزب ديمقراطي فما المؤتمرات عندها مهمة مهمتها هو انه انقيموا الساعة يعني قبل العاشر فما التاسع التاسع عنا فيه خيارات وعنا فيه قرارات خلينا نثبتوا الناس اللي اخترناهم احنا في المؤتمر التاسع هل طبقوا كل اللي اتفقنا فيه وإلا اجتهدوا اكثر شوي من لازم دونك هذه مهمة هامة جدا ثم كذلك يجبنا نخطط للمؤتمر رحداش يعني للفترة اللي تربطنا مع المؤتمر رحداش وبالتالي هذا كذلك دور المؤتمر انه نقيمه اللي فاته ونقوله شنية تواجهات هل احنا في ثنية امليحة ولا عملنا ديراباج يجبنا نصلحه دونك المؤتمر العاشر حسب رأيي هو كما اي مؤتمر في اي حزب ديمقراطي يزوي قيمة اللي فات ويزوي خطط للجاية تقولي هذا لونك دوبا لا كلم عادي تقولنا فيهو الكلم العادي متاع اي مؤتمر يصير ما استاذ انا منيش حال الصالون متعموذة باش نجيبلك تقليعة جديدة لا لا مش تقليعة اما بالنسبة لي كنتي ماذا سيغير هذا المؤتمر في حركة الناد انا نقول ديجا وقت اللي يثبت المعاني متاع الديمقراطية في الحركة وانه اللي ننتخبوه ما يعتبرش روحه غادي كامبراطول وانه فما ناس قادرة تقوله سمحنا في هذه اخطاعته في هذه ما قصرتش في هذه هذا في حد ذاته مهم جدا وثم ما نشبش نعطوه كارت بلانش ما نشبش نعطوه كارت بلانش في الفترة الجاية فهذا كذلك مهمة اساسية بو انتظارات متاع السياق لا 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 انتظارات على سريع هذا اللي قال هالي قميلي ما نجمش نمر عليها معناها المرة كارت بلحب يضيف بلحب يضيف حالي شغراء يفضل على سريع فضل المؤتمر التاسع كان فاما قضايا تم تأجيلها تم تأجيلها بطريقة ديمقراطية معناها التوافقات لمتوزة التوافقات وتم تأجيل المؤتمر العشر انت ترحت خضية مركزية النهضة يتم تعيين رئيس الحركة عبر انتخابات في مجلس الشوري لا من المرة اللي فاتت ينتخب رئيس الحركة من المؤتمر مباشرة مباشرة وهذا غيرناه خد تاسع يعني رجل غنوشي وقع انتخابه من المؤتمر المغليفات وهذا سيثبت المؤتمر هذا وهذا سيثبت وهذا سيثبت وفما آراء أنه ربما نقول ربما لأنه مؤتمر سيد نفسه أنه ربما إما بارتيم المكتب التنفيذي يتم تعيينه يتم انتخابه من المؤتمر هذا يا باش ما تسجلوش عليها ما زالت في المقاشات الموجودة اللي موجودة وفي ورقات قاعدة تحضر ومزال ما تبتش فيه النجم نمشي فيه النجم نخلي في كل الحالات المكتب التنفيذي هو كذلك يلزم تزكيته من مجلس الشورى والرئيس ما يختارش واخده المكتب التنفيذي شكرا جزيلا سي محمد بن سالم بركة الله فيك قيادي بحركة النهضة شكرا بركة الله فيك شكرا بركة الله فيك